السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة عندنا موضوع يعني استمرار لمهازل السيسي اللي بيعملها بالذات على الحدود وموضوع معبر رفح مش هنتكلم بقى عن موضوع قفل المعبر او فتحه واحنا اللي قفلين والاسرائيلي اللي قفله وان هو بواب وشربة خرج لا الموضوع دلوقتي تعدى المرحلة دي تعدى مرحلة المسيسي دلوقتي يا جماعة حرفيا اه بيقول للناس يعني لو حد شاكك ان انا مشارك نتنياهو في الحرب على غزة لا اتأكدوا يا جماعة انا فعلا مشارك الحرب مع غزة لو حد لسه بيدافع عني لا انا ابن ستين في سبعين حرفيا ليه بقى طبعا شفنا الفترة الاخيرة اه فكرة تداول الفيديوهات بتاعة الاطفال الصغيرين اطفال غزة اللي هم على المعبر يعني هم على الحدود يعني على الصور الحدود بيننا وبين آآ بيننا وبين غزة وطبعا الجنود اللي واقفين بيحرصوا الحدود بيبقى في بعض الملطفات بين الاطفال وبيتكلموا مع الجنود وحاجات زي كده وحتى الولاد تلعوا في فيديو تاني قالوا والله احنا بنشكروا العساكر المصريين هم اللي بيدونا بيمدونا خراطين بالماء وحاجات زي كده ده بقى يقولك ان فعلا يعني اه الشعب المصري لسه بخير واحنا لسه فينا فينا خير حتى الجيش المصري نفسه بعيدا طبعا عن القيادات لسه في خير ودول اللي بيقدموه للاهل غز طيب الحاجات دي بدأت ما بدأت تنتشر والمفروض يعني المفروض لو النظام ده عنده بريال انتماء للبلد دي وبريال وطنية يعني يترمخ لا ده احنا كل ما ده خد بقى لك من ساعة القصف بقينا نزود في الجدار العازل نعلج جدار العازل كان مش عارف سلك دلوقتي خليناه اه حديد دلوقتي عشان خاطر حديد وسلك فالأطفال الصغراء بتكلم الجنود ازاي ليه وليه بقى نعمل ايه بقى السيسي يعمل ايه قالك لا يا معلم هنعمله بالطوب هيبقى كده صور عزل كامل بقى اللي هو يبقى عزل بالطوب علشان لا يشوفوا دول ولا يشوفوهم ولا يكلموهم ولا يكلموا الجنود المصريين ولا نمدي لهم خراطين مية خرطمين تلاتة يعني مش مية زي ما الناس فهم يعني مفيش اي حاجة هو بيقطع كل صوب الحياة عن اطفال غزة طيب ده يقول لك يا معلم ان هو خلاص كده هو لابس الليلة اصلا من الاول خالص هو بقى سؤال تاني انا كده اتكلمت في الشأن العربي بقى بكل عروبة وكل اخوة وكل محبة طب انا هنا اتكلم بقى كمصري بس دلوقتي يا معلم انا اسف يعني انت عملت جيب الفلوس دي منين يعني فلوس الصور اللي انت عملت اعمله شوية كان سلك وبعدين عملته حديد وبعدين دلوقتي بتعمله بالطوب بتبني بالطوب جاب الفلوس منين وهل احنا عندنا رفاهية كمصر او كشعب مصري دلوقتي في هز المحن والازمات والغالة اللي احنا في ده هل الشعب يتحمد هل الشعب مش اولى بالكلام ده يعني الشعب المصري مش ايه الخطر يا معلم اللي جاي لك من هناك انا اسف بقى ايه الخطر اللي جاي لك من شوية حيال بيكلمه العسكر اللي على الحدود يعني يعني ايه الخطر اللي مخليك تعزل تماما كده بقى هتعزل صوت وصورة يعني خايف من ايه يعني خايف من ايه دول اللي هيقتحموا سينة مسلا دول اللي هيبيدوا الجنود بتوعنا ده انت اتضربت اربع مرات يا معلم بالمعبر ما فتحتش حنكك بس طبعا اللي ضارب كان مين كان اسرائيل فايه الفكرة انا عايزين نفهم يعني قلنا يا معلم ايه الحدودة اه انت خايف من ايه والفلوس دي جايبها منين والفلوس بتطلع دلوقتي عادي مع الدلاج ازمات في مصر خالص جر ازمة الصور والعيال اللي وقافة بتكلم الجنود اللي عالي الاطفال الغزاويين العيال الصغيرة اللي بتكلم الجنود المصريين على على الصور على الحدود دي اللي عاملة مشكلة دي اللي هتحل مشاكل مصر الدولار هينزل يعني السلح هتتوفر الحاجة هترخص لما دي اعمل الصور ده حسب الله انا اعملوا كل فيك يا اخي بس هي دي العقلية اللي بتدير بلدك دلوقتي اتمنى الناس ما تصبرش على كده اكتر من كده يعني محدش يصبر عسيز اكتر من كده يا جماعة والله بجد لان الصبر هيبقى فيه خراب وخراب لان ده الظلم احنا شرفينه بعلينا زي المعتقلين اللي بقى لهم عشر سنين مرمين في السجن الناس نسيتهم وفي اللي كان فرحان وكان بيسقف وبيطبل وبيهلل دلوقتي اخبار الناس دي ايه انت اخبارك ايه مع الناس دي لما الناس دي كانت سبب في خراب البلد وبقى لهم عشر سنين في السجون طب دلوقتي ايه يعني دلوقتي بقى الدنيا ماشي حلوة والناس دي مش موجودة الخراب ده جاي لنا من ايه فكر كده وانت تعرف المصيبة فيه سلامة اشتركوا في القناة